بسم الله اهلا بكم يا شباب النهاردة هنتكلم عن السيارة اللوسيد اير طبعا اللوسيد وقته تريند في 2022 اني اللوسيد اير هي الموتور تريند تمام الموتور تريند كار اوف زيير 2022 ممكن تدخل تمام تشوف اني قوة السيارة السيارة اللوسيد اير دي سيارة كهربائية يا اخوانا فاخرة جدا القدرة الحصانية بتاعتها عالية جدا تمام المدى الخاص باللوسيد اير مدى متفرد بيصل الى 883 كيلو متر للشحنة الوحدة السرعة دي محدش وصلها غير لوسيد اير طبعا هي كحن التصميم الانيق جدا للسيارات اللوسيد اير المستوحى من كاليفورنيا تمام لو انا عايز اشوف اه موتور تريند كار اوف زيير 2022 هتغط كده على الرابط ده هيجيب لي الرابط اني لوسيد اير تمام هي واخده اللوسيد اير نيمد 2022 موتور تريند كار اوف زيير هلاقي كل التفاصيل عن الموتور بتاعها تمام لو رجعنا للصفحة الرئيسية اللوسيد لو انت شفت كده من اخطر الحاجات في اللوسيد يا اخوانا القدرة القصوى بتصل الى اربع وحاية تخلي بالك اربع وحاية دي اربع وحاية حصان يعني 1111 اهو القدرة القصوى 1111 حصان ودي قدرة رائعة المدى المتوقع يصل الى 883 كيلو متر 883 كيلو متر ده مدى كبير جدا تمام عدد الدقائق المستغرقة لشحن 400 كيلو تخيل ان انت ممكن تشحن خلال ربع ساعة 15 دقيقة تشحن 400 كيلو متر يعني انا اقدر اشحن وامشي 400 كيلو متر في شحنة واحدة مقدرها 15 دقيقة ربع ساعة السوان التقريبية للوصول من سفر الى 100 كيلو متر على الساعة وده رقم رهيب جدا انت تقدر توصل من سفر الى 100 كيلو متر على الساعة يبقى تاني عايزين يا خوالنا الجزئية دي تبقى في دماغنا على طول القدرة القصوى بالحصان 1111 المدى المتوقع بيصل الى 883 تمام والشحنة خلال ربع ساعة تقدر تماشيني 400 كيلو متر واقدر اعمل تصارع من سفر الى 100 كيلو متر على الساعة في 2.7 سانية يعني تقريبا اقل من 3 ثواني تقدر يصل التصارع بتاعك من سفر الى 100 كيلو طبعا من ناحية التصميم فعلا لوسد تمام افضل تصميم تقريبا في العالم من ناحية التصميم الخارجي والتصميم الداخلي للسيارة السيارة رائعة جدا تمام يبقى السيارة دي سيارة رائعة جدا من ناحية التصميم وقواعد التصميم التقليدية هم كسروا قواعد التصميم التقليدية تمام وبدأ يعمل اشكال تمام ونسب وابعاد للسيارات السيدان الفاخرة جدا تمام وبيديني تفاصيل أكتر عن التصميم الداخلي والتصميم الخارجي بيقول لي والله معامل السحب 0.197 والمواد المستخدمة والتشطيبات كلها مواد مستدامة ومن ناحية حيز التخزين زي ما احنا هنشوف تمام أكبر من أي حيز تخزين لأي سيارة كهربية تانية والسقف كله تقريبا زجاج الخاص بالسيارة الميزة الخطيرة كمان أن أنا أقدر تمام أدخل أكتر في التصميم لو أنا ضغطت هنا على استكشف التصميم هيحمل وهيدخل فيه السيكشن الرائع جدا الخاص بتصميم السيارة اللوسيد إير يعني أنا أقدر يا شباب أنا أصمم سيارتي الخاصة التصميم اللي بيليق بي من ناحية اختياري للتصميم الداخلي والمخصورة الداخلية والتصميم الخارجي الخاص بالسيارة كل شيء أنا أقدر أختار تصميم يليق بي ويتناسب مع الشخصية بتاعتي طبعا الهيكل الخارجي زي ما احنا شايفين كده تمام للوسيد إير هيكل مبهر جدا من أكثر السيارات في العالم إنسيابية وركز معا على كلمة إنسيابية تمام قدرة الساحب زي ما قلنا 0.197 تمام التصميم بتاعها مستوحى من التصميم الأنيق للطائرات تحس أن أنت ركب طيارة تمام تمام تصميم بشكل إنسيابي استثنائي تمام طبعا ده مع وجود مستشعرات القيادة الزاتية تمام بي خليني تمام وجود المستشعرات مع الإنسيابية اللي موجودة في السيارة بتديني الشكل وتصميم غير عادي تمام وزي ما احنا شايفين في فلسفة في التصميم الخارجي للشكل الخاص بسيارات لو احنا شايفين الإضاءة من أحد أهم الحاجات اللي تتميز بيها السيارة لو انت شايف كده الإنارة الأمامية الجزء ده في الإنارة الأمامية والإنارة الخلفية شايف كده كلمة لوسيد كاملة في الإنارة الخلفية تمام ده بتديني إضاءة خارجية للسيارة ومظهر بيكون مبهر في المصابيح الأمامية طبعا بتكون كلها مصابيح أمامية زكية سمارت وبتبقى عبارة عن مصفوفة من العدسات الدقيقة وبيخلي الإضاءة دي كمان بتخلق خلفية ممتازة ونور وإضاءة جزبين جدا من خلال الإنارة الخلفية والإنارة الأمامية من ناحية لون السيارة واختيار الطلاق تمام انت ممكن سيارة لوسيد اير تمام بتختار الألوان اللي تتناسب معاك طبعا التشطيب بيكون متقن جدا تمام وصقف السيارة كله مسقول برونق بلاتيني كامل تمام وبيديلك إمكانية اختيار الألوان حسب ما بيناسب زوءك لو احنا شوفنا هنا اخترت قادي لون كمان بيديني درجة اللون وأنا أقدر أشوف درجة اللون برحتي غيرت اخترت درجة اللون شايف بيتغير معايا درجة اللون الخارجي للسيارة كل ما بختار اهو تمام تكبرت كده تمام بيديلك درجة اللون ادخل شوف سيارتك هيبقى لونها ايه اختار لون سيارتك استمتع بالألوان الرائعة الجميلة اللي بيتوفرها لك السيارات اللوسيد اير تخيل ان انت بتختار حسب درجة اللون بتاعتك اللي انت بتحب تقتنيها وتختار الدرجة وتصمم السيارة زي ما احنا شايفين في الشكل تمام لالوان الداخلية والخارجية وانا اقدر اشوف شكل الطلاق الخارجي شكل كل شيء في السيارة تمام رائع جدا تصميم خرافي تصميم خرافي للسيارة ابدأ اشوف حسب اختياري لالوان التصميم لو انا هنا مثلا اهو هختار تصميم ابدأ اشوف التصميم الخاص بسيارتي تمام صمم سيارتك حسب رؤيتك للتصميم وحسب الوانك المفضلة تقدر كمان تشوف شكل السيارة الرائعة من الداخل شايف شكل السيارة ازاي السقف كله ازاز المقصورة الامامية والمقصورة الخلفية ووسع جدا تقدر تختار الفرش الداخلي الخاص بالسيارة هتلاحظ لوسد موجودة في كل مكان على السيارة زي ما انت شايف كده هتلاحظ هنا محطوط تمام اسم المكان المستوحى او المستوحى منه الاجزاء الداخلية من التأفيل للسيارة اللوسد فعلا تحس ان انت راكب طيارة مش سيارة بمقصورة رائعة جدا تقدر تختار كل شيء فيها زي ما بيقولوا هما في الموقع هنا دي مش مقصورة ده قصر يبقى القصر بتاعك اللي بتميز بالفخامة بتميز بالتصميم الغير اعتيادي من خلال لوسد اير تعالا نبدأ نشوف شكل السيارة بيكون مع بعض ازاي والتفاصيل الداخلية للسيارة شايف كده البود بتاع السيارة الخارجي بدأت اشوف السيارة من الداخل الكراسي والاجزاء الخاصة بالسيارة الموتور الكهرابي والكنترولرز او المتحكمات في العجلات والبطاريات من تحت زي ما انت شايف كده موجودة في السيارة اللوسيد طبعا الميزة الخطيرة في لوسد اير تمام ان المساحة الخلفية بتبقى مساحة كبيرة جدا واسعة جدا دي بتكفي ثلاث اشخاص بلغين او شخصين تمام وبيبقى فيه التكاية او الجزء اللي بيسند عليه في النص ده وده بيكون مريح جدا وواسع جدا يعني هي تنفع تكون سيارة عائلية من ناحية مساحة التخزين يا اخواننا مساحة التخزين كبيرة جدا لو انت شايف كده تمام دي الشنطة اللي ورا تمام مساحة التخزين الخلفية مساحة التخزين الخلفية بصراحة يعني رهيبة شايف اقدر احط شنطة صفر الجزئين اللي في الجنب دول كمان اهو الجزء ده اللي على اليسار كمساحة التخزين كبيرة جدا تمام في السيارة طبعا لو احنا شفنا في بعض الموديلات في لوسيد اير بحسب المساحات التخزينية الخاصة بالسيارة بتصل الى 627 لتر دي سعة التخزين الخلفية اللي احنا بنشوفها يعني انت السعة الخاصة بخلفية السيارة 627 لتر دي سعة التخزين الخلفية فهي مساحة كبيرة جدا انا ممكن انايم الكورس اللي ورا ده واستخدم كمان الجزء الامامي في ان انا اخزم فيها اكبر قدر ممكن لو انت بصيت كده هتلاحظ ان الشنطة هنا تمام لو انت شلت الجزء اللي فوق ده هتلاحظ ان الشنطة هنا كبيرة جدا وكمان دوينة لتحت يعني تقدر تحط اكبر قدر ممكن تحط شنطة ملابس كاملة في الجزء ده فليها عمق كبير تمام تقدر تستخدمه فيه عمليات التخزين فالصور دي بصراحة بتوضح ان فيه عندي مساحة تخزينية كبيرة بتفوق اي مساحات تخزينية لأي سيارة اخرى شايف الجزء الخلفي مساحته كبيرة جدا شايف الامارة كمان اللي بتبقى موجودة بحيث لو انا فتحت الشنطة الجزء الخاص بالباب اللي احنا شفنا دلوقتي او الكرسي عفوا الخلفي ان انا انيم الكرسي وابدأ كمان استفيد بالمساحات الخاصة بالكرسي اللي ورا في ان انا استخدمها في عمليات التخزين او عمليات النقل لو انت شايف هنا في الفيديو مساحة التخزين الامامية اخواننا بتصل الى 284 لتر في سعة التخزينية الامامية مساحة كبيرة جدا مساحة التخزين الامامية ومساحة التخزين الخلفية طبعا من ناحية سقف السيارة فهو سقف زجاجي بالكامل تمام والتصميم بتاعه رائع جدا تعتبر السيارة مكشوفة لو انت تطير تمام لو احنا بصينا هنا في الصورة دي السقف كله الخاص بالسيارة زجاجي تمام السقف كله زجاجي حتى الاجزاء بتاعت التثبيت للمراية الداخلية او الجزء الداخلي متركب في الزجاج الخاص بسقف السيارة تمام وإيه لو انت بصيت هنا داخل الصورة دي تلاحظ ان انت موجود كده فعلا راكب طيارة مش راكب عربية تمام والسقف كله زجاجي بيدي لك تقلق تمام وتصميم وفخامة يعني في التصميم من ناحية التكنولوجيا فالسيارة اللوسيد اير بتحتوي على وسائل تكنولوجية عالية جدا لو احنا بصينا كده هنلاحظ ان السيارة فيها اربع شاشات شاشة على اليسار عند الديركسيون وشاشة في النص تمام والشاشة اللي على اليمين والشاشة اللي تحت اللي انا بضغط عليها بتطلع تختفي جوه الواجهة الامامية للسيارة فده من ناحية الشاشات يبقى فيها عندي في شاشات عرض في لوسيد اير اربع شاشات تمام فيها شاشة عرض رئيسية الشاشة دي اربعة وتلاتين بوصة شاشة كبيرة جدا هي من النوع الفور لا مش فور كي لا دي 5K 5K تمام والشاشة اربعة وتلاتين بوصة بتدي لك ايه تمام قدرة على ان انت وبتتحرك تمام شايف كل شيء بوضوح وتقدر تعمل كنترول زي ما احنا شايفين كده بوضوح في عندي تقريبا ست قوائم رئيسية وجيب لشكل السيارة بيه جميع حسستاتها هنبدأ نشوف ايه المتاح داخل السيارة طبعا التصميم بيبقى تمام يعني حسب الطلب حسب ما انت بتطلب بيتم التصميم الخاص بسيارتك تمام من ناحية كل شيء طيب اربع توليفات من الالوان بعزوبة كاليفورنيا يعني هو بيدي لك الوان الجلد تمام الوان مختلفة ليه الجلد والمنسوجات والخشب تمام حسب التصميم الخاص بيك وفيه فلسفة كبيرة جدا تمام من فلسفات لوسيد فيه تصنيع الفرش الداخلي للسيارة تقدر هنا كمان تروح تشوف الاداء وتستكشف وسائل الاتصال والخصائص والمواصفات الخاصة بالسيارة والشحن ده كله ان شاء الله هنبدأ نشتغل عليه احنا دلوقتي دخلنا بس في ان احنا نعرف التصميم تمام لو رجعنا هنا الار تمام لوسيد اير هنبدأ نرجع تاني للقائمة الرئيسية احنا بس دخلنا على التصميم وبدأنا نشوف ايه اللي موجود داخل التصميم هنقدر اروح للاداء اداء السيارة الرائع اداء السيارات اللوسيد الرائع الرائع جدا سرعة تمام محدش يقدر اخطيها سرعة عالية جدا تمام وتركيز شريط جدا على الكفاءة والزكاء في جعل ان لوسيد اير بتجسد القوة تمام الفائقة والاداء الفائق المتميز اللي بيخليها ملحوظة جدا في السيارات او مدى السيارات الاخرى زي ما قلنا احفظ اربع وحايد ما تنساش اربع وحايد دي اللي هي 1111 تمام دي القدرة القصوى الخاصة بالسيارات اللوسيد و883 احفظ الرقم 883 المدى المتوقع اللي تصله 883 كيلو متر في الشحنة الوحدة ودريم درايف تمام دي ده طبعا ده سيستم بيساعد السائق السائق عشان يقدر يتحكم في السيارة والكفاءات تمام ليه السيارة مجموعة حركة مصغرة للسيارات الكهربية بيديني تفاصيل اكتر عن الاداء يبقى يبقى احنا لو دخلنا داخل الاداء استكشف الاداء داخل الاداء زي ما بنقول كده الارقام هي اللي بتكلم عن نفسها اخوان المدى ده 883 كيلو متر يعني هي بتصل في الشحنة الوحدة ل883 كيلو متر تقدر تمام توصل لربعمية او 350 كيلو متر خلال شحن 15 دقيقة يعني ربع ساعة تقدر تشحن تمام ربع ميت كيلو تقريبا القدرة القصوى بتبقى 4111 والتصارع من 0 الى 100 كيلو متر في الساعة ده بيحصل في 2 و7 من 10 ثانية وده تصارع رائع جدا ده تصارع رائع جدا تعال بقى نشوف الجزء التقني المهم جدا في الطاقة طبعا اللوسيد اير بتتميز بمدى الاي بي اي تمام وده مدى الطاقة اللي هو تقدر توفره البطارية بيصل الى 883 كيلو متر تمام وبالتالي نقدر انتقل مثلا من الرياض لمكة او من الرياض لجدة او من الرياض للمدينة تمام فيه تقريبا شحنة واحدة مش هحتاج ان انا اشحن على الطريق تمام ولو شحنت هشحن شحن واحدة ربع ساعة او 15 دقيقة هتكفيني 400 كيلو متر 400 كيلو متر وده مهم جدا يا اخواننا ان انا ابقى عارف قدرة البطارية اللي انا بشتغل عليها لو احنا بصينا هنا البطاريات الخاصة بلوسيد اير بطاريات ليسيوم ايون قوية جدا بقدر اتعامل معها بالتفصيل هندخل فيه التكنيكل سبيسيفيكيشن الخاصة بالباتاري باك الخاصة بسيارات لوسيد التصارع يا اخواننا من 0% تمام يعني قبل ما تكمل العد من 1 ل3 تلاقيها وصلت 100 كيلو لان هي في 2 و 7 من 10 ثانية تمام بتطلع بسرعة الصاروخ تقريبا بتصل الى 100 كيلو متر على الساعة في 2 و 7 من 10 ثانية الكفاءة كفاءة عالية جدا تمام لان ابتكار لوسيد الكهربية المتطورة تمام ده بيعمل عملية وصول الى كفاءة عالية جدا وراحة عالية جدا في السيارة لو احنا شوفنا كده تمام المكونات الخاصة بالسيارة اللوسيد وتجميعها هذه البطاريات والموديولز بتاعة البطاريات تمام وبعدين البتاري وبعدين الجزء الخاص بالتحكم في البطاريات والموتور تمام الخاص بالسيارة اللوسيد المحركات تمام المحركات صغيرة جدا يا اخوانا محرك صغير جدا يعني بنسبة المحرك الكهرباء المضغوط تمام وهو ده المحرك الاقوى في العالم بالنسبة لحجمه ووزنه تمام كل وحدة فيه بتولد قدرة تصل الى 670 حصان ووزنه تقريبا 74 كيلو جرام فقط ده موتور عالمي محرك مصغر مع اقصى قوة اصغر محرك مع اقصى قوة ده شكل المحرك ان شاء الله هندرس المحرك ده بالتفصيل طبعا الدريم درايف ده نظام بيسمون نظام مساعدة السائق ده اكثر شمولية تمام في التعاون مع السائق في 32 مجسم جواها احدث الكاميرات والرادار والتكنولوجيات الخاصة بالموجات الفوق صوتية تمام والليدر العالي الدقة بيستخدم في اشعة الليزر في قياس المسافات بين السيارة والاجسام القريبة منها تمام وبيشتغل في اي ظروف وبيشتغل تحت اي اجواء وده مهم جدا ما تنساش اسمه دريم درايف تمام لو احنا شوفنا كده تحت ظروف الضباب تحت ظروف المطر تحت ظروف الاجواء ايا كانت بتشتغل لوسيد اير طبعا من اهم اهم المعاملات اللي اهتمت لوسيد اير بيها انها تلتزم بمعايير السلامة العالمية الصارمة تمام واللي بتخليني تمام متأكد دايما اننا لما هركب سيارة لوسيد اير سيارة يتخضع لجميع تمام وسائل السلامة العالمية وبالتالي انا هبقى مؤمن نفسي جدا من ناحية سلامة وامان السيارة الكهربائية لوسيد اير وافضل السيناريوهات في موضوع المقاومة لتجنب الحوادث ده طبعا تحسين المناولة وبيبقى في نظام دريم درايف تمام ده يوفر عندي مصابيح امامية ومصفوفة عدسات دقيقة للرؤية وبيساعد على الرؤية الصحيحة والسليمة اثناء القيادة زي ما احنا شايفين كده بنشوف الانارة الامامية الخاصة بالسيارات لوسيد اير وازاي المكونات الرئيسية لهذه الانارة بتبقى موجودة عندي طبعا الفريم او الاطار الخارجي او البودي الخاص بالسيارة الكهربية لوسيد اير من افضل الفريمات واكثر الفريمات امانا من ناحية التصميم على مستوى العالم والتصميمات المختلفة للسيارات الكهربية طبعا زي ما قلنا اللوسيد اير تمام مصممة عشان تحافظ على امنك وسلامتك في حالة حدوث اي تصدمات لقدر الله تمام وبالتالي الهيكل بتاعها مبني من الالمونيوم المترابط من اجل صلابة الهيكل واجل ان يكون الهيكل امن ومحمي ويحمي كمان المستخدم لو انت شايف هنا الارباجز موجودة في كل مكان عشان تحمي السائق وتحمي كل الموجودين بالمقصورة الخاصة بالسيارة اللوسيد اير يبقى احنا كده شفنا التصميم تمام وشفنا الخصائص الهندسية او الخصائص الخاصة بتكوين السيارة من ناحية الاداء ومن ناحية جسم السيارة ومن ناحية السيفتي او الامان من ناحية البطاريات الخاصة بالسيارة اللوسيد اير لو رجعنا تاني هنا الار كده تمام احنا شفنا التصميم وشفنا بعد كده الاداء هنشوف الاتصال الاتصال يا اخواننا من احد اهم الميزات الموجودة في لوسيد اير وسائل اتصال بحيث تمثل التكنولوجيا المتطورة داخل السيارة لوسيد اير تمام قمة التطور تمام من اول من انت تمام بتفتح فيها تطبيق لوسيد اير التجربة بتكون عالية جدا وممتازة جدا زي ما قلنا في شاشة 34 بوصة بدقة 5K شاشة قيادة زجاجية 34 بوصة شاشة قيادة زجاجية 34 بوصة بدقة 5K في عندك لمستخدمين قبل في الیکسا تمام تقدر تنده على الیکسا وتعمل كل الاوامر صوتيا في عندك 21 سماعة نظام بيسموها السورة اللي هو النظام الغامر وبيبقى اوامر اتصال اخرى خاصة ب الیکسا يبقى احنا نتكلم عن الاتصال او وسائل التكنولوجيا الموجودة داخل السيارات اللوسيد اير تعال نشوف ميزات الاتصال في السيارة اللوسيد اير طبعا الميزة الخطيرة في اللوسيد اير تمام انه يبقى عندك تكنولوجيا وسهلة وبسيطة في الاستخدام والاستعمال بالتالي يقدر اي حد يستعملها وانا اقدر تحكم في السيارة بوسطة الاوامر الصوتية من الیکسا او من خلال شاشة العرض او من خلال وسائل التحكم المختلفة طبعا نازل مع السيارة ابل كار بلاي ده بيبقى ستاندرد معاها تمام طبعا في الايفون انا باستخدم في لوسيد اير تمام باستخدم برنامج الابل كار بلاي عشان اقدر اجيب رسائل نصية واستمتع بالموسيقى وكمان اقدر استمتع بتفعيل سيري كار بلاي تمام وبالتالي انا اقدر اعمل فول كنترول من خلال الابليكيشن الخاص بابل كار بلاي تمام هنا لو احنا شفنا انا اقدر احط كل الكنيكشن بتاعي بتاع الموبايل او التليفون بتاعي تمام من خلال الشاشة اللي عليمين في اربع شاشات زي ما قلنا تلاقي هنا فون وميوزيك وماب ومسيج والكالندر والبرنامج بتاعنا تمام انت دائما بتبدأ من خلال تطبيق لوسيد لو انتو شايف ادي اسم طبعا في الاول بيبقى فيه ترحيب حار بيك والسيارة بتبدأ تعمل او اتصال من خلال الموبايل او التواصل من خلال الابليكيشن او لتطبيق الفتحات بتاعة الابواب اخوانا اول ما بتقفل السيارة بتدخل اليد او المقبض بتاع السيارة عشان يبقى فيه انسيابية فيه الحركة مع جسم السيارة زي ما انت شايف كده تمام فيه شاشات كتير جدا بتبقى موجودة اربع شاشات تمام الجزء بقى المتطور اللي بيساعد السيارة زي ما قلنا انت احفظ اسمه دريم درايف ده بيساعدك فيه التحكم فيه السيارة بصفة عامة والنظام الصوتي اللي اسمه غامر تمام وبيسموه سيرل ساوند مزود ده بواحد وعشرين مكبر صوت عشان يديلك اعلى درجات نقاء الصوت في السيارة واعلى درجات التحكم في السيارة طبعا المقصورة زي ما انت شايف كده انت فعلا راكب طيارة تمام فيها كل وسائل الترفيه اربع شاشات تمام فيها شاشة القيادة الزجاجية تمام اقدر اعمل كنترول كامل على السيارة لو انا ضغط مثلا هنا اخواننا اهو على سار مقصورة توجد عناصر التحكم تعمل باللمس من نجل التحكم في وظائف لوسيد اير الاساسية مثل الاضاءة والمساحات والاقفال يعني هنا في الشاشة اللي على اليسار دي اهو الشاشة دي اقدر اتحكم في الاضاءة والمساحات والاقفال تمام طيب لما انا ضغط هنا كده شاشة العرض المركزية اللي هي في النص دي تمام للمقصورة فيها معلومات القيادة الاساسية مثلها زي ايه السرعة حالة الشح وظائف لوسيد دريم درايف تمام النشطة ايه الوظائف اللي النشطة عندك على لوسيد دريم درايف المعلومات الخاصة بالتوجيه خطوة بخطوة من خلال نظام النافجيشن او نظام الملاحة لانا ضغط هنا كده تمام هنا في توفر توربينات واشرطة اللمس الموجودة على عجلة القيادة تحكم سهل في لوسيد درايف او لوسيد ديم درايف والوسائط ان انا اقدر من خلال الديركسيون ابدأ اتحكم تمام في الشاشة اللي على اليمين يبقى انت عندك شاشة الجانب الايصر شاشة في الوسط شاشة في الجانب الايمن تمام شاشة القيادة الزجيجية باللمس تحتوي على نظام الملاحة ممكن اعرض في الشاشة اللي هي على اليمين دي وفي الشاشة الكبيرة اللي هي تحت الاربعة وثلاثين بوصة نظام صوتي والهاتف والموسيقى وكله والكسا كله في الشاشة اليمين يبقى انت عندك شاشة يسار شاشة في النص شاشة على اليمين والتحكم في الدريكسيون والشاشة الكبيرة اللي هي 34 بوصة اللي هي دي تتيح أزرار التحكم الهزازة والدوارة في لوحة القيادة الوسطى إجراء تعديلات فورية التحكم في مناخ السيارة ومستوى الصوت وكل شيء يعني أنا عندي فيه رولات هنا ببدأ التحكم طبعا في التكييف والتحكم في المستويات الصوت والأجزاء اللي بيحصل فيها رولينج أقدر أتحكم فيها يا دول طبعا سير الساون ده أقدر أنا أقدر أتحكم فيه زي ما قلنا فيه 21 مكبر صوت أقدر أتحكم فيهم من خلال الشاشة اليمين هنا بيوضح لي الشاشة الوسطية أو الشاشة السوفلان ده أنت لو ضغط هنا تحت كده على الشاشة دي بتتلمي الشاشة دي تطلع تدخل كده جوة السيارة بعدها تطلع 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 بحيث تدي لك مساحة تخزينية كبيرة تحت الشاشة الشاشة دي 34 بوصة زي ما قلنا 5K 5K مهم جدا طبعا لازم كل شوية بتدخل عندك برامج بتدخل عندك حاجات جديدة فأنت لازم تعمل أبديتز عشان تقدر تستكشف هذا التصميم احنا اشتغلنا على التصميم والأداء واشتغلنا دلوقتي كمام على الاتصال لو رجعنا الير تاني اهو هنرجع تاني 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 تصميم الأداء تمام الاتصال تعالى ندخل بقى على نظام الشحن وده نظام متميز جدا فيه لو انت شايف كده ده تمام الجزء الخاص بالشاحن شايف عند السواء على تمام ايدك اليسار كده عند العجلة اليمين تمام فانت هتلاحظ هنا ده منفز الشاحن الباب ده بتفتح اوتوماتيك برضو تمام بالكابس على الشاشة التوتش وبتقفل برضو اوتوماتيك وبتركب الشاحن بتاعك طيب اصلا لوسيد بدأت كشركة بطاريات وهي بتساعد حاليا في تشغيل اكثر السيارات الموجودة في السباق تمام في العالم وكان ليها دور كبير جدا في السباقات العالمية زي فورمليا تمام من خلال نظام نظام الشاحن وندر بوكس تمام الخاص باللوسيد اير وبالتالي لوسيد متميزة جدا فيه موضوع الشاحن زي ما قلنا ممكن تدي لك ربع ساعة ربع ساعة يدي لك ربعمائة كيلو متر تقريبا اكتر من 900 فولت فائق السرعة ده نظام الشاحن الخاص بالسيارات اللوسيد سنائية الاتجاه يعني انا اقدر اشحن السيارة من الكهرباء واقدر كمان اشغل البيت عندي لو قطعت الكهرباء من السيارة يعني انا اقدر اغزي بيتي كله من السيارة وقدر استخدمها وبالتالي سنائية الاتجاه او بيسموها توي او باي ديريكشنال وده مهم جدا يعني احنا دلوقتي نتكلم عن الشحن في السيارات اللوسيد اير تعال انا استكشف عملية الشحن بتكون عملية الشحن من خلال الشواحن الخاصة باللوسيد نفسها تمام عشان اتأكد من جودة الشحن وجودة الاتصال بين شاحن لوسيد والسيارة اللوسيد اير بتاعتي انا هنا بشوف اهو شوف الشاحن وادي الكنكتور بتاعي او التوصيلة واصلة لي شاحن السيارة او منفذ الشحن طبعا الشاحن ده اللي هو اندربوكس ده بيصنع المعجزات لانه شاحن تمام سيارة لوسيد اير مدمج تمام شاحن ببطاريات رائعة بكل المقييس الجهود بتاعتها بتصل الى اكتر من 900 فولت واسرع نظام شاحن سيارة كهربية متوفر بيشحن 400 كم تقريبا في الربع ساعة تمام ده بيشحن 400 كم تقريبا في ربع ساعة متوفق مع كل محطات الشحن العامة تقريبا وسيتم تزويده قريبا بامكانات الشحن سنائي الاتجاه ده في الشاحن واندربوكس تمام هيبقى متوفر في جميع محطات الشحن العامة تمام ويمكنه دي حتة مهم يتعرف على سيارتك وضبط الجهد الداخلي وزيادة الجهد من اجل الشحن باسرع ما يمكن يعني واندربوكس يقدر يتعرف على نوع سيارتك تقائي ويزبط الجهد الداخل للسيارة تمام ويزبط الامبيرات المسحوبة بناء على نوع سيارتك زي ما انت شايف كده اهو تركب السيارة اللوسيد مع الشاحن بتاعها بديلك طبعا على الموبايل أبليكيشن تقدر تشوف حالة الشحن وتقدر تشوف طبعا محطات الشحن والجدول هيبقى موجود عندك على الأبليكيشن محطات الشحن اللي موجودة في السعودية ان شاء الله ويه مربوطة وموجودة فين تمام ما تقلقش خالص لاني تمام الشحنة الوحدة بتقدر تخليك تمشي تقريبا تقوله 100 كيلو ومعدل الشحن فائق السرعة في محطات الشحن العامة طبعا هيبقى محطات اللي هي الفاست شارجر اللي هي المتافق مع اي شاحن تيار مستمر اللي هو سيسي اس زي ما شوفنا في محاضرات الشواحن الخاصة بسيارة الكهربائية في المنزل تمام تقدر تشحن سيارتك ولو قطعت الكهرباء زي ما قلنا تقدر تغذي بيتك كله من السيارة لو قطعت الكهرباء وبالتالي ده احنا بنسميه فيكل تو جريد انا اقدر اوصل كمان الكهرباء من السيارة للشبكة او اغذي البيت عندي تمام بتصل الى تدفق طاقة سنائي الاتجاه بيصل 19.2 كيلو وات لو انت شفت ان شاء الله ده بيت الاحلام هيكون فيه سيارة لوسيد اير وموجود معاها الشاحن والسيارة اصلا ما بتشحنش من شركة الكهرباء لا بتاخد الكهرباء بتاعتها من الطاقة الشمسية تمام وبننور البيت وكل شيء من الطاقة الشمسية طبعا بيبقى كل شيء موضح طريقة الشحن والشحن بيتم ازاي من خلال الموبايل ابليكيشن لو انت شايفه هو لوسيد اير بيديلك شحنة كام تمام والشحنة دي تمشيك كام كيلو وهكذا حسب التطبيق وده بيوضحه عن طريق توضيح طريقة الشحن تمام تطبيق لوسيد كمان بتقدر تجدول موعيد الشحن يعني انت بتبقى مركب الشاحن وتقول الله انا عايز اشحم من الساعة سبعة مثلا بالليل لحد الساعة عشر تلات ساعات يمكنك جدولة موعيد الشحن وتحديد متى يبدأ الشحن ومتى يتوقف تمام في ممكن الاعتبارات دي او لو قد بتراعي فيها الاعتبارات البقية ومراقبة تقدم الشحن يوجد مخارج للشحن الانيق بالقرب من مقدمة السيارة لسهول الوصول اليه ويمتلك نظام اضاءة لتوضيح اهو في نظام اضاءة عشان يوضح لك فين الشاحن اهو اللمبات البيان دي وده قريب من الجزء اليسار من السيارة وده مهم جدا يبقى احنا هنا كنا بنتكلم عن التصميم وبعد كده اتكلمنا على الاداء وبعد كده اتكلمنا على الاتصال وبعدين اتكلمنا عن الشحن الخاص بالسيارات اللوسيد نرجع تاني ونشوف الايقونات الرئيسية التصميم والاداء والاتصال والشحن هنبدأ ندخل في القصائص والمواصفات الخاصة بالسيارات اللوسيد عشان تبدأ تختار باذن الله سيارة احلامك الخصائص والمواصفات هتيجي تبدأ هنا تشوف ايه هي خصائص السيارات اللوسيد ومواصفاتها تعالى نبدأ نشوف اهم الخصائص والمواصفات هندسيا هنا عندي القدرة ونظام الدفع مهم جدا اخونا الموتور الموتور الخاص بلوسيد اير مهم جدا تمام بيسموه دول اكتف كور او مزدوج اللوب النشط او محرك الدول اكتف كور وده من اقوى المحركات اللي موجودة في العالم حاليا القدرة القصوى تمام في الموديل اللي اسمه اير بيور بتبقى ربعمية وتمانين حصان في الاير تورينج ستمية تعالى نخفزهم انا عندي شوية موديلات في اللوسيد في عندي اير بيور اير بيور ربعمية وتمانين حصان يلا نخفز مع بعض اير بيور يلا ربعمية وتمانين حصان اير تورينج اير تورينج تمام ستمية وعشرين حصان اير جراند تورينج تمنمية حصان اير جراند تورينج تمنمية حصان تعالى نخفز تاني اير بيور منها يقول ربعمية وتمانين ها اير تورينج ستمية وعشرين اير جراند تورينج 800 حصان Air Dream Edition Range 933 حصان Air Dream Edition Performance وده أعلى واحد اللي هو 4111 حصان نوع الدفع دفع رباعي طوال الوقت مهم جدا نوع الدفع الدفع رباعي طوال الوقت التصارع من 0 إلى 100 كم على الساعة بيحصل في 2.7 من 10 سنة ساروخ يا شباب أقصى سرعة ممكن أوصلها بالسيارات اللوسيد اللي هي 270 كم للساعة 270 كم للساعة الكفاءة المدى المتوقع طبعا كل مدى حسب التصنيف بتاع أنواع اللوسيد في عند اللوسيد Air Pure بيصل إلى 653 كم تمام المدى المتوقع لكل شحنة لما نأفول السيارة في Air Pure 653 كم في Air Touring 653 كم Air Grand Touring 731 كم في Air Dream Edition 834 كم Air Dream Edition 731 كم كل متر مربع مفيش 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 مبعسات سانيكوسيد كربون معامل السحب الدينامي الهوائي أو معامل السحب الهوائي تمام بـ 1097 الكفاءة الكفاءة أو المدى المتوقع من السيارة الأير دريم اديشن الكفاءة العجلات بتكون 19 بوصة في الرينج العجلات 19 بوصة المدى زي ما قلنا 883 احفظ كيلومتر في العجلات تمام 21 بوصة بتبقى 828 كيلومتر الأير دريم اديشن برفورمانس في العجلات 19 بوصة بيبقى 861 والعجلات الـ 21 بيبقى 799 الأير جراند تورينج العجلات 19 839 والعجلات خلي بالك العشرين 792 والواحد وعشرين 783 الأير تورينج 19 بتكون 725 والعشرين 606 والواحد وعشرين بتبقى 684 الأير بيور للدفع الرباعي المستمر العجلات 19 بتبقى 725 العجلات العشرين بتبقى 660 والمدى المقدر للدفع الخلفي تمام في الأير بيور يحدد تمام لاحقا حسب الشركة الكفاءة والطاقة الأير دريم استهلاك الطاقة لكل 100 كيلو متر مع عجلات 19 بوصة تمام 15 كيلو وات ومع العجلات 21 بوصة بتبقى استهلاك الطاقة 16 كيلو وات لاحقا بيكون باكبر الجزء الخاص بالعجلات او عرض العجلات بيزيد استهلاك الطاقة المقدر لكل 100 كيلو متر في الأير دريم اديشن بيرفورمانس استهلاك الطاقة لكل 100 كيلو متر في التسعتاشر بوصة بيبقى 15 و3 من 10 والواحد وعشرين بوصة بيبقى 16 و6 من 10 في الأير جراند تورينج لكل 100 كيلو متر بيبقى في عندي 19 بوصة 19 بوصة بيبقى الاستهلاك 14 و9 من 10 كلوات والعشرين بوصة 15 و 9 من 10 والواحد وعشرين بوصة 16 و 1 من 10 تمام نفس القصة في الأير تورينج والأير بيور من ناحية الشاحن التوافق مع جميع أنظمة المستوى الثاني والثالث يعني سيارات لوسيد اير متوافقة في عملية شحن مع المستوى الثاني والمستوى الثالث معيار الشحن طبعا النظام الشحني المشترك اللي احنا بنسميه CCS2 جهد الشحن أسرع قدرة شحن في المجال القدرة القصة بتاعته بتكون 300 كيلو وات شحن تيار متردد حتى 22 كيلو وات شحن التيار المتردد بيصل الى 22 كيلو وات في حال التيار المتردد أنا عندي في الشحن ACUDC سرعة الشحن قصة تصل الى 1931 كيلو متر للساعة ده الاستهلاك بيكون 155 وات ساعة لكل كيلو متر معدل الشحن بيصل الى 400 كيلو في الربع ساعة او ال15 دقيقة الشاحن طبعا الموجود على متن السيارة بيكون سنائي الاتجاه او بيسموه فيكل تو اكس او فيكل تو جرود تمام اللي هو متعدد الوظائف سنائي الاتجاه الابعاد الخاصة بالسيارة بتبقى تقريبا متر وتسعة من عشرة تمام او اتنين متر تقريبا اللي هي 1939 ملي متر تمام العرض بالمرأة بقى اتنين متر وتسعة عشر من مية اللي هو وسبعين ارتفاع بتاعها متر واربعين اللي هي 1410 وقعدة العجلات بتكون الثلاثة متر تقريبا الهيكل بيحتوي على العجلات تسعتاشر بوصة تلات احتمالات تسعتاشر بوصة وعشرين بوصة وواحد وعشرين بوصة نظام التعليق بيكون مسبطات نصف نشطة تحكم الالكتروني في السبات بيكون ستاندرد قياسي توجيه عزم الدوران بردو ستاندرد المكابح الخاصة بالوقوف مكابح الانتظار الكهربائية المدمجة الاطارات بتكون في دريم اديشن والجي تي بتكون بيرلي اللي هي بتكون امامية 245 وخلفها 265 سبلت بروفايل اللي هي 35 الصيفية الحجم سعة الجلوس للسيارات خمسة راكب المساحة المتاحة للرأس اللي هي الامامي بتكون تقريبا واحد متر اقصى مساحة للساقين امامي بتكون متر 153 ومساحة الساقين الفعالة امامي والمساحة المتاحة للكتفين والارتفاع زي ما احنا شايفين كده كل المساحات مريحة جدا حيز الامتعة بيكون حيز الامتعة الخلفي 627 المعلومة دي مهمة جدا نجدنا شفناها تمام احنا قلنا كده الحيز الخاص بالتخزين الخلفي 627 والامامي اللي هو 283 واربعة من عشرة لتر تقدر تقارن بين الانماط والاشكال المختلفة لو رجعنا للوسيد اير هنبدأ نشوف تاني الاقسام اللي احنا شفناها من شوية اللي هي الخاصة بالتصميم وبعدين الاداء والاتصال والشحن والخصائص والمواصفات الخاصة بالسيارات اللوسيد اير تعالا نبدأ نشوف الموديلات المختلفة من لوسيد اير اير دريم اديشن تمام اير دريم اديشن في عندي عندي اتنين موديل الرينج والبرفورمانس الرينج بتصل الى 1111 حصان وبيكون المدى المتوقع لها 861 والرينج بتكون 933 حصان والمدى المتوقع 883 يبقى انا عند لها اتنين موديل البرفورمانس والرينج يبقى انت لما تجد تشتري هتقول لها اشتري اير دريم اديشن اير دريم اديشن برفورمانس والرينج خلاص قدين احنا شفنا الاتنين موديل بعد كده اير جراند تورينج اير جراند تورينج اير جراند تورينج تمام بتكون 800 حصان والمدى المتوقع بتاعها 839 كيلو متر اير جراند تورينج بات count 620 هصان والمدى المتوقع لها 653 كيلو متر اير بيور اللي هي بتكون 480 حصان دي اقل ويكون المدى بتاحها 653 يبقى تعالى نحفظ مع بعض انا عندي كام موديل عندي واحد عندي اير تورينج اثنين اير جراند تورينج تلاتة وفي عندي اثنين في ال اير دريم اديشن اللي هما البرفورمانس والرينج البرفورمانس والرينج بقنا عندي خمس موديلات خمس موديلات اير بيور اير تورينج اير جراند تورينج بعد كده اير دريم اديشن اللي هي البرفورمانس والرينج كده يبقى انت عرفت الاشكال المختلفة للسيارات لوسيد اير والجزء الخاص بالسيارة بتاعتك وازاي بتم تصميمها كان فيديو ممتع جدا من داخل موقع لوسيد اير وتعرفنا على القائمة الرئيسية الخاصة بلوسيد اير من احد اهم الحاجات اللي احنا كمان اتكلمنا عنها ازاي تصمم سيارتك في لوسيد اير هنا هتلاحظ فوق هنا كده صمم سيارتك او تحت هنا عند الصفحة الرئيسية صمم سيارتك لو انا ضغط عليه هيديني اير دريم اديشن مثلا ادي الانواع والاير جراند تورينج والاير تورينج والاير بيور يبا احنا نبدأ بالاير بيور بعد كده الاير تورينج والاير جراند تورينج والاير دريم اديشن زي ما قلنا فيه منها البرفورمانس وفيه منها الرينج هنرجع لأعلى فئة مثلا نبدأ نختار السيارة بتاعتي اهو اختار دي وصمم سيارتك تمام ايه اللي نقدر اصممه ايه اللي نقدر اصممه في السيارات اللوسيد من هذا الموديل تعالوا نبدأ نشوف الاصدار ده اول شيء الاصدار لو انا دغطت هنا كده هو يجاب لي الاصدار اهو يقدم اصدار البرفورمانس قوة قصوى اقصى حاجة البرفورمانس ده 1111 حصان ومدى يصل الى 861 وتصارع من 0 إلى 100 كيلو خلال 2 و 6 من 10 ثانية يبقى انا كده ايه باهو انا بصمم بشوف السيارة بتاعتي تمام ان شاء الله تكون دي سيارتي اللي هي الدريم اديشن ببرفورمانس اللي انا ده اغطط هنا كده اخوانا على العلامة دي بيفتح لي الباب اهو عشان ابدأ اشوف كده احرك فتحت الباب اليمين عايز اقفل دخلت جوه السيارة شفت كأن انا ركبت اهو جوه المقصورة تصميم حقيقي اهو انا كأن ابلعب جيمز حلو خلاص انا كده جوه المقصورة الخاصة بلوسيد برفورمانس اللي انا دغطت تاني هنا كده رجعت تمام عايز ابدأ اشوف الجزء الخاص بالانارة اهو دغطت هنا كده شايف لو شايف هنا بيعكسلك الانارة او الاضاقة تمام طيب هنا دي الفتحات بتاعت التاهوية تمام وفيه ليد كمان فيها هنا ساعة التخزيني الامامية تمام بليه في السيارة كده افتح الباب الخلفي تحت الباب الخلفي تمام عايز ادخل اشوف الدنيا وارا فيها ايه اهو دخلت مقصورة كبيرة واسعة جدا تمام الفرش المقاعد اسطوري بصراحة طيب لو دغطت هنا كده بفتح الباب اطلع عايز اشوف السيارة من الخلف شايف ساعة التخزين الخلفية تمام عايز شوف ساعة التخزين الداخلية للشنطة اكبر براحة اهو شايف انا بعمل زومينج من الايباد اقفل شايف كده بقفل باب شايف الانارة اللي في الشنطة دي تمام عايز اجي هنا في الجنب اهو هقفل باب ده دخلت جوا ساعة التخزين اللي عندي ده كله من ناحية اول شيء الاصدار تمام هدخل هنا على ده كان دريم اديشن برفورمانس اللي انا عايز اختار الاصدار اللي هو مين الدريم اديشن رينج اللي انا اخترت دريم اديشن رينج اهو ابدأ يديني اختيارات على عايز اختار اللون اهو لون زهبي اعايز اختار لون ابيض تمام خلينا نشوف هنا المظهر مثلا خارجي تعال نرجع هنا بس الاصدار ونشوف ايه الاختلاف الالوان هنا طبعا بتصمم المظهر تختار الكفرات او العجلات تمام التصميم الداخلي المميزات الاخرى تمام النابيجيتور والكلام ده خلاص انا اخترت هيديني ملخص السيارة اهو لوسيد اير ان كانت تعديل خيارات بعد حكز السيارة اهو لوسيد اير دريم اديشن الاصدار دريم اديشن تمام سعر السيارة مجموعة نقل القدرة تمام اللون المظهر الدريم اكسلوتف العجلات ساعتاشر ايرو دايناميك او الايرو دايناميك رينج بيسموه تصميم الداخلي سانتا مونيكا المميزات وهكذا طيب هنا هتجيب السعر الاجمالي تمام لو انت عايز البروشور او تحفظ تصميمك او تحجز الان هطلب البروشور اختر بيانات ادنى تلقي البوشور الرقمي التفاعلي والمعد خصيصا لك الاسم تعال نكتب كده واشرف رمضان رمضان الدولة رمضان السعادية ايه بالسعادية اهو تمام ضلب البروشور تمام وستصل الى صندوق الورد الخاص بك بعد قليل ماذا تود ان تفعل حاليا احجز الان ولا ارجع للتصميم ارجع للتصميم تمام لو رجعنا ل طبعا اير هنا مسلا تمام ده الجرافتي احنا هنا في الموقع الرئيسي في لوسيد وهكذا ارجعنا نصمم سيارتك ثاني تبدأ تعمل التصميم الجديد حسب اختيار نوع السيارة واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات ثانية خاصة بلوسيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي